إلى أفغانستان حيث أعلن ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية تعليق عملها في أفغانستان اعتراضا على قرار أصدرت الحكومة التي تقودها حركة طالبان يمنع توظيف النساء قرار الحركة الذي جاء بعد أيام من قرار آخر يمنع التحاق النساء بالجامعات خلفا ردود فعل دولية ساخطة ومشككة في قدرة طالبان على الانخراط في المجتمع الدولي والالتزامي بوعودها السابقة تذيق أكثر مساحة الحياة العامة للمرأة الأفغانية فبعد أيام من منعها من دخول جامعات البلاد تفرض حركة طالبان على المنظمات الأجنبية العاملة في أفغانستان عدم توظيف النساء قرار أصدرته وزارة الاقتصاد بحكومة الحركة الحاكمة وألزمت به كافة المنظمات المحلية والأجنبية مهددة بسحب اعتماد المخالفين حجة طالبان في قرار المنع ورود شكاوى جدية بشأن عدم الامتثال لللباس الشرعي ولوائح عمل المرأة وهو المبرر الذي ترفضه متذررات من القرار تواجه حكومة طالبان احتجاجات رفض قراراتها بالردع فيما تتواتر الأصوات المحلية والدولية المناهضة لسياسة الحركة حيث حذرت واشنطن من أن حضر المنظمات غير الحكومية سيعطل المساعدات الحيوية والمنقذة لحياة الملايين وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن القرار يمكن أن يكون مدمرا للشعب الأفغاني من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش عن قلقه مؤكدا أن قرار حظر عمل المرأة سيقوض عمل العديد من المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد مخاوف جوتيرش تجسدت بإعلان ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية تعليق عملها في أفغانستان وقالت في بيان مشترك لها إن برنامج مساعداتها سيتوقف لأنه لا يفصل بين الرجال والنساء بدورها غردت منظمة العفو الدولية معتبرة الحظر محاولة مؤسفة لإقصاء المرأة من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عهد طالبان 16 شهرا من حكم الحركة التي تبنت سلسلة مراسيم مقوضت بشكل مطرد حقوق المرأة في جميع مناحي الحياة مما يحرك الجدل مجددا حول حقيقة انخراط طالبان في المجتمع الدولي وللمزيد ينضم إلينا من كابل مراسلنا نصير طاهر نصير أهلا بك كيف يتفاعل موضوع حضر عمل النساء في كابل كيف ترد طالبان على هذه الانتقادات الغربية طبعا ما زالت حتى اللحظة هناك ردود أفعال تتوالى على قرار حكومة طالبان بمنع عمل النساء في المنظمات والمؤسسات الدولية وطبعا هناك أيضا ردود أفعال من قبل المواطنين الأفغان والأطياف الأفغانية المختلفة فيما يتعلق بردود أفعال حكومة طالبان تجاه ردود الأفعال الدولية صرح اليوم المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بأن على الدول العالم ألا تتدخل في شؤون أفغانستان وما تفعله الحكومة هي من منطلق المصالح الوطنية وقائمة على أسس إسلامية ولذلك طالبان خلال اليوم يعني كان لهم ردود أفعال متفاوتة على استنكارات وردود أفعال دولية فيما يتعلق بمنع حضور النساء سواء في مجال التعليم أو في مجال العمل نعم